بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبل قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كان حديثنا في ما سبق عن ضرورة أن يكون للإنسان خريطة حياة لدنياه توصله إلى نتيجة أخروية سليمة وتحدثنا بعض الحديث عن أن قسما من الناس يعتبرون هذه الحياة الدنيا لهواً ولعباً وزينةً وتفاخراً وتكاثراً في الأموال والأولاد وليس بعد ذلك شيء القرآن الكريم يوبخ هذا التوجه ويرى أنه من الضلال أن يفكر الإنسان أن هذه الحياة الدنيا هي في هذه الدائرة فقط في المقابل يبين القرآن الكريم أن هناك صراطاً مستقيماً وخريطة صحيحة توصل الإنسان إلى ما هو الغاية من خلقه وإلى الذي خلق لأجله ويحث الناس على أن يبحثوا عن ذلك الصراط المستقيم وعن تلك الخريطة الصادقة ويذكرهم بهذا المعنى في كل صلاة أكثر من مرة وفي اليوم مرات عديدة ويطلب منهم يعلمهم كيف يدعو الله كيف يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يعرفهم هذه الخريطة ويهديهم إلى ذلك الصراط نحن نقرأ في سورة الفاتحة والتي لا صلاة إلا بها فإذا تركها الإنسان عمداً بطلت صلاته مع أنها لا تعد من الأركان وإنما هي من الواجبات ولكن تعلمون أن الواجبات متى ما تركت في الصلاة عمداً بطلت تلك الصلاة وأما لو تركت سهواً وغفلةً فلا تنتهي إلى البطلان في كل صلاة الإنسان المسلم يقرأ مرتين سورة الفاتحة سواء كانت تلك الصلاة صلاة واجبة كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو كانت صلاة مستحبة كصلاة الليل مثلاً وكنافلة الفجر قبل الفجر وهكذا سائر الصلوات فإنه لا بد فيها من قراءة سورة الفاتحة سورة الفاتحة يرى بعض العلماء أنها خلاصة القرآن الكريم أم الكتاب أصل الكتاب وذكر فيها كلمات كثيرة نصفها لله ونصفها للعبد وغير ذلك هذا يبحث في التفسير شاهدنا منها هذا أن الإنسان بعد أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بأنه الرحمن الرحيم المالك ليوم الدين بعد ذلك يطلب منه الهداية لهذه الخريطة الحياتية إهدنا الصراط المستقيم عرفنا يا رب ما هي هذه الخريطة ما هو ذلك الصراط والصراط والصراط مفهوم واسع ورد في تفاسير أهل البيت أنها ولاية محمد وآل محمد ولا شك أن ولاية محمد وآل محمد من الصراط المستقيم العمل بالصالحات من الصراط المستقيم اجتناب المحرمات من الصراط المستقيم العقائد الحقة المستقيم من الصراط المستقيم وهكذا في المقابل هناك ضلال وهناك خسران الإنسان الذي يكون خارج هذا الإطار خارج إطار الصراط المستقيم بعيد عن الخريطة السليمة أولاً هو ضال وثانياً فيما بعد ذلك هو خاسر ضال في البداية في هذه الدنيا وخاسر في الآخرة بل حتى في الدنيا أيضاً فالمشكلة في أن الإنسان لا يمتلك خريطة سليمة أنه يخسر الدنيا ويخسر الآخرة ويكون قبل ذلك ضالاً في طريقه غير عارف بمنازله الصحيحة هدفه في الجنوب وهو يسير شمالاً لا يمكن أن يصل إلى هدفه وهكذا إذا اختلف عنه أو تخلف عنه قرآن الكريم إذا الإنسان يلاحظ كيف عالج هذه القضية من خلال مفردات مفردات له لعب الخسارة الضلال سوف يجد وأنا أنصح نفسي والإخوة السامعين والأخوات أن كل ما مر عليهم من هذه الألفاظ ينظرون قبلها ضلوا ضلالاً مبينة شوف اللي قبلها ما الذي صنعوا حتى ضلوا ضلالاً مبينة ما الذي جرى عليهم حتى خسروا خسراناً مبينة وفي المقابل الآيات اللي فيها فاز والفوز العظيم وما شابه ذلك مفازاً إن للمتقين مفازاً قبل هشنؤك ماذا يوجد قبل هذه الكلمة حتى تنتهي إلى هذه النتيجة خلينا نشوف بعض ما ورد في آيات الله عز وجل في البداية من هم الضالون لأن الضلال ينتج الخسارة الضلال ينتج الخسارة هذا أمر ما يحتاج إلى استدلال تعال الآن تريد أن تذهب إلى مكة شهر رجب قريب وأنت أيضاً ممن تذهب للعمرة الرجبية التي هي في أحاديثنا أفضل من كل عمرة رزقكم الله وإيانا ذلك فتأخذ طريقاً هذا الطريق ليس طريق الجادة الصحيح تضل الطريقة السليم فمن الممكن أن بدل ما تروح إلى مكة توصل مثلاً إلى بلد آخر خسارة مال بنزين استهلاك سيارتك خسارة وقت ما وصلت أيضاً إلى النتيجة المطلوبة بالنسبة إلى ما يرتبط بالضلال عن الصراط المستقيم عدم معرفة الخريطة الصحيحة آيات كثيرة في القرآن الكريم لكن نورد بعضاً منها كشواهد مما جاء في كتاب الله عز وجل واحد من يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً مو أي ضلال مو بس فقد ضل لا ضل ضلالاً وبعيداً هذان تأكيدان يكفي أن يقول القرآن الكريم من يشرك بالله فقد ضل ينتهي المعنى ويستفاد منه لكن جاء بكلمة ضلالاً المصدر لكي يفيد تأكيد المعنى وأيضاً مو أي ضلال وإنما ضل ضلالاً بعيداً سواحد لنفترض ضل عن الطريق بقدار مثلاً إذا إلى مكة 20 كيلو 20 كيلو يمكن التدارك والرجوع هذا مو ضلال بعيد عن الطريق ولكن لو أن إنساناً مثلاً سار في غير الاتجاه وقطع إلى 1200 كيلو اللي هي نفس مسافة مكة لازم يرجع من جديد نفس هذه المسافة من يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً اللي يخلي إلى جانبي ربه الواحد الأحد الفرد الصمد شيئاً سواء كان حجر أو كان شخص ترى قسم من الناس في هذه الأزمنة لا يعبدون الأحجار ولكنهم يعبدون الأشخاص الذي يعتبر أن فلاناً من الناس لأن عنده مال لأن عنده سلطة لأن عنده كذا فهو النافع الضار تتقرب إلى يعني أنت كما يقول المثل خبزك بالدهن وإذا غضب عليك ضاقت عليك الدنيا هذا شرك المالك القادر النافع الضار بهذا بهذا المعنى هو الله سبحانه وتعالى نعم جعل لبعض أوليائه من قدرته وبإذنه صلاحيات معينة فأنت تتوسل بهم وتستشفع بهم وتطلب ما عندهم مما وهب الله عز وجل هنا هذا لا يكون شركا لأن مرجعه إلى توحيد الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى مو بس هو قادر له قادر وقادر على أن يعطي القدرة لبعض أوليائه فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بعض أشكال الاعتقاد بالسحر وما شابه ذلك هي عين الشرك عندما يتصور إنسان أن من يسمون بالسحراء قادرون على قطع الولد عنك قادرون على قطع النصيب في الزواج عن ابنتك قادرون على تعكير حياتي هذه الفئة إذا اعتقدوا بذلك ورأوا أن هؤلاء غالبون على الأمر هذا شرك بالله الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يجعل ذكر وأنثى أيضا من الأولاد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم فإذا واحد إجاء قال أنا أقدر أسوه الشكل يقال له أنت كذاب وإذا آمن بعض بهذا الكلام فإنه يكون على حد الشرك بالله عز وجل لأن هذا مو من أولياء الله اللي الله سبحانه وتعالى يعطيه القدرة والقوة والإمكانية لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله ضمن معادلة الله عز وجل لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا إلا بإذن الله ومثل هؤلاء لا يأذن الله لهم فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قسم آخر ما يشرك بالله ومع ذلك هو يضل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الإنسان زيد من الناس كان طول فترة طيب خير مؤمن عابد كذا مرة وحدة عادة الإنسان يشوف مرة وحدة وإلا الأمر ما يصير مرة وحدة ها أنت ترى الأثر الظاهر ولكن اعتمال القلب والتفكير المنحرف والتوجهات الباطلة موجودة في قلب الإنسان مو مرة وحدة اليوم فعلا كان مقرب من المقربين مرة وحدة ضرب دقلة كما يقولون وانقلب لا ماكو هالشكل شيء هذا طول مدة من الزمان لديها أفكار منحرفة أفكار باطلة توجهات خاطئة وصلت إلى نقطة خلص بعد فاض الأمر وتراجع عن الهدى امرأة كانت محجبة متدينة كذا إلى غير ذلك مرة وحدة صارت تركت هذه الأمور تركت الحجاب تركت الصلاة أي مذاك اليوم صارت لا هذه مسيرة مسيرة كانت فيها تعتمل في داخل قلبها وأفكارها تدخل على ما أدري مواقع باطلة تتحمل بأفكار غير صحيحة وهكذا وهكذا إلى أن فد يوم من الأيام اتخذت هذا القرار ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني يجعل الكفر بديلا عن إيمانه الذي كان عليه فقد ضل سواء السبيل هذا أيضا ضال من يعصي الله ورسوله أيضا فقد ضل ضلالا مبين عليه أن يرجع عليه أن يتوب عليه أن شلون هذا الذي في الطريق انحرف وراح بدل الجاد إلى وسط الصحراء هذا العاصي لله كفان الله وإياكم عصيانه ومعاصيه هذا خلي يرجع ترى أنت ضال أنت رايح على غير الطريق ارجع أكو عندك مجال فقد ضل ضلالا مبين هذا ضالون مسيرتهم مسيرة غير صحيحة وغير سليمة قد تكون في العقائد في مراكز الإيمان القلبي وقد تكون في مراكز الأفعال والجوارح عصيان وتمرد وما شابه ذلك ينتج عن هذا إذا إنسان ما تراجع هذا الذي ضل ينتهي إلى الخسران والخسران المبين القرآن الكريم يتحدث عن ذلك يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ترى ترى بعض الأمثال في هذه الحياة أحيانا نتأثر بشكل غير مباشر تقول لها مثلا اهتم بأمر دينك صلاتك صومك عملك الصالح اترك هذه الأمور يقول طنش زين وبعضهم صاغها طنش ما أدري تأتا تعش تعش إلى آخره إذا هذا بمعنى عدم الاهتمام بالأمور الدنيوية لا مانا الدنيا لا تستحق اهتماما كثيرا يقول مولانا زين العابدين عليه السلام يقول إني لا أوصيكم بالدنيا خيرا فإني أعلم أنكم مستوصون بها هل يحتاج مثلا الإمام يجي يقول لك أنه أكل أكل زين ما يحتاج ليش لأنه أنا وإنت عندنا الدوافع الخاصة لهذا الأمر يجي حرد في كل خطبة على أنه إلبس أحسن الملابس واركب أحسن المراكب وابن أفضل البيوت ما يسوي هذا ليش لأنه هذا ما يحتاج طبيعة الإنسان تمشي في هذا الاتجاه لو وجد مالا تزين بل أحيانا حتى لو لم يجد اقترض لأجل ذلك فما يحتاج وصية كما يقولون لا توصي حريص طيب لكن يحتاج إلى توصية بأمر الآخرة يحتاج إلى تذكير بلقاء الله عز وجل فإذا ذكر ربما ذكر وآن إذن لا يخسر وأما إذا كذب بلقاء الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بس هذا كنا بعدين صرنا أحيا بعدين ينتهي كل شيء وكفار قريش كانوا هذا ما يتعقلون أصلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم فعلا رح يصير يوم قيامة فعلا رح نرجع بعدما صرنا عظاما نخرة ما يحتاج الإنسان يقول هل حشي هذا حتى يكون مكذب لا طبيعة حياته طريقة حياته هي أحيانا تكون تكذيب بيوم القيامة إذا إنسان كله يعمل سيئات لا يعتني بالصالحات لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى لا يعمل للجنة لا يخاف بالنار هذا واحد مكذب بعد ما يحتاج يجي مثل كفار قريش يقول لا ما رح نرجع وما كانوا مهتدين هذا من الذين خسروا الذين خفت موازين هم على على أثر قلة العمل الصالح أو كثرة الذنوب القرآن يقول عنهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تدري ليش لأن كل المعادلات اللي وضعها الله سبحانه وتعالى في الحياة لا بد أن تنتهي إلى ربحك فإذا مع ذلك واحد خسر فعلا هذا إنسان جهنمي معادلات اللي الله خلاها سبحانه وتعالى في الحياة كلها تنتهي إلى ربحك يوديك يريد يبغي يوديك الجنة من خشمك يجرك غصبا عليك فإذا إنسان مع ذلك ما راح وخفت موازينه شون تقول أنه يريد يوديك الجنة غصبا عليك يقول لك إذا سويت إذا ما سويت عمال بس نويت يسجل لك العمل بس نويت والله أريد يا ريت الله يرزقني زيارة رسول الله هذا الآن تسجل إليك العمل خلص نكتب إليك زائر رسول الله يا ليت أحصل لي عمرة في رجب تقولها صادقا تتمنى ذلك حقا سجل إليك عمرة فبالنية أنت تقدر تترس ميزانك حسنات بس بالنية إنو الخير ينترس ميزانك إذا واحد هالشكل ومع ذلك خفت موازينه هذا غير يحتاج إليه ماذا يحتاج إليه هم في جهنم خالدون واحد بالنية تقدر تترس ميزانك حسنات وتخليه ثقيل إجيت سويت العمل نيتك محسوبة إليك عملك أيضا شنو محسوب إليك مو مرة واحدة وإنما محسوب إليك شنو أقل شيء عشر مرات وأكثر شيء بلا حدود عشر مرات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أكثر من ذلك سبأ مئة مرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإذا واحد أبو العشرة ما فات فيه أبو السبعمية ما فات فيه مضاعفة الحسنات بما ما فات فيه آلاف الآلاف اللي ما تنحسب بغير حساب الأرقام توقف ومع ذلك راح إلى نار جهنم هذا حقيقة مو إنسان خاسر ومن خفت موازينه مع أن الله سبحانه وتعالى جعل جزائه بهذه الطريقة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون استثمار نفسك بدنك اللي كان يفترض بنيتك تحصل على ثقل الميزان بعملك البسيط عبادات يش قد العبادات في يومك الاربع وعشرين ساعة ما تحتاج لأكثر من ساعة واحدة لعباداتك في الصلاة زين فإذا مع ذلك الإنسان خفت موازينه خسر استثماره في نفسه وبالتالي هو في النار خالد وأيضا ومن يكفر بالإيمان فقد حبيط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين التمرد على الحكم الشرعي هنا نفسر من يكفر بالإيمان الأحكام الإلهية جاي في نفس هذا السياق قل هذا كل خرافة وكل كل كلام ما مشايخ وفقهاء ومن جايبين هالحش هذا كل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط إذا كان مؤمنا بذلك حقا بأنه هذا كل حش فعضي كل كلام ما إلى أصل الله ما قاله ولا أولياؤه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول أيضا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها تقول لك أحد يقتل أولاد فهزهم بل هاي عمليات الإجهادات شنو ناسية ما بعد ولوج الروح كثير تجين أسئلة والله أنا حملت حمل غير مخطط زين والآن أريد أنزله شنو هذا بزون على قولهم قط حتى تنزله هذه روح بشرية هذا إنسان هذا بداية نشوء رجل قد يكون أو فتاة قد تكون عند الله أقرب من أبيها وأمها شنو أنزله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم والله أنا برمجه الشكل وهذا يتعارض مع الشغل المالي أو ما أدري الوالد والدهم هو راغب وإلى آخره خسر هؤلاء نعم هناك ظروف خاصة عينها الشرع وهي في غاية الصعوبة التي تجوز في مثل هذه الأمور ذكرها الفقهاء نعم والخلاص أن الإنسان عموما خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في المقابل الفائز من هو من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا اللي فاز ما اللي يجي يقول أنه أنا عندي كم مليون في حسابي وينشرح على ما أدري الملأ من غير مراعاة لحال الفقراء تباهي هذا مفائز الذي في اللعب يحصل على الكاس مو هذا فائز حقيقة اللي يربح الجائز في السحب مو هذا الفائز حقيقة الفائز الحقيقي من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كيف هذا يزحزح عن النار ويدخل الجنة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مطيع لله مطيع لرسول الله في أي حال من الأحوال كان غني فقير مريض صحيح من يطع الله ورسوله فقد فاز مو أي فوز فقد فاز فوزا عظيما و يقول أيضا أصحاب الجنة هم الفائزون إن للمتقين مفاز موضع فوز لهؤلاء المتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الفائزين ومن المتقين الصالحين وأن يجنبنا مذاهب الأخسرين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين للمتقين